بعد أن كان يشار إليها بأنها النموذج الأنجح بين دول ما عرفه بالربيع العربي تواجه تونس اليوم سلسلة من الأزمات المتواصلة منذ وصول الرئيس الحالي قيس سعيد إلى سدة الحكم دستور جديد وصف بأنه مفصل لترسيخ سلطة الرجل الواحد وإجراءات تحد من الحريات العامة وإقالات للعديد من موظفي الدولة في مقدمتهم القضاة واعتقالات لشخصيات سياسية بارزة جملة من الإجراءات التي اتخذها سعيد أدخلت تونس في نفق أزمة سياسية حقيقية آخر الأزمات تمثلت باعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر ما شكل صدمة للوسط السياسي التونسي بينما يقول أنصار حركة النهضة أن ملف الاتهامات الذي وجه للرجلين ليس فارغا بل أنه ليس هناك ملف بتاتا وأن قرار الاعتقال يمثل فضيحة ومهزلة بكل المقاييس وترى العديد من الأوساط السياسية التونسية أن ما يجري هذه الأيام يعبر عن رغبة سعيد بالتنكيد بمعارضه تمهيدا للقضاء على التعددية السياسية وأن الملف يحوي بعدا سياسيا لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم والضغط على المؤسسات الأمنية لاستهداف قادة المعارضة تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه عدة أحزاب مقاطعاتها لانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد في السابع عشر من كانون الأول المقبل واعتبرت هذه الأحزاب أن الانتخابات القادمة تمثل خطوة جديدة لتكريس الحكم الفردي والقضاء على الحياة السياسية بعد الانقلاب الذي نفذه سعيد على حد وصفها وترى قطاعات واسعة من الشارع التونسي أن ما يجري اليوم يمثل عينة لما يمكن أن تكون عليه البلاد إذا بقيت الإجراءات البوليسية الرامية لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية الاجتماعية والاقتصادية التي تمثل عكاسا صريحا للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد